لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها موقع أنا السلافي يقدم لكم هذه المادة الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين أوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون قال الشيخ السعدي رحمه الله قوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم أي ما يرغب عن ملة إبراهيم بعدما عرف من فضله إلا من سفها نفسه أي جهلها وامتهنها ورضي لها بالدون وباعها بصفقة المغبون كما أنه لا أرشد وأكمل ممن رغب في ملة إبراهيم ثم أخبر عن حالته في الدنيا والآخرة فقال ولقد اصطفيناه في الدنيا أي اخترناه ووفقناه للأعمال التي صار بها من المصطفين الأخيار وإنه في الآخرة لمن الصالحين أي الذين لهم أعلى الدرجات ولذلك قال الله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة فلذا حاز إبراهيم عليه السلام المكانة العظيمة والشرف الكبير في الدنيا والآخرة فهو أبو الأنبياء وإمام الأصفياء عليه الصلاة والسلام إذ قال له ربه أسلم وهذا مما يبين بما نال وكيف نال إبراهيم عليه السلام تلك المكانة وهذه الدرجة إذ قال له ربه أسلم قال أي امتثانا لربه أسلمت لرب العالمين أي إخلاصا وتوحيدا ومحبة وإنابة فكان التوحيد لله نعته ثم ورثه في ذريته ووصاهم به وجعلها كلمة باقية في عقبه وتوارثت فيهم وتورثت فيهم حتى وصلت ليعقوب فوصى بها بني فأنتم يا بني يعقوب قد وصاكم أبوكم بالخصوص فيجب عليكم كمال الانقياد واتباع خاتم الأنبياء قال يا بني إن الله اصطفى لكم الدين أي اختاره وتخيره لكم رحمة بكم وإحسانا إليكم فقوموا به واتصفوا بشرائعه وانصبغوا بأخلاقه حتى تستمروا على ذلك فلا يأتيكم الموت إلا وأنتم عليه لأن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون هذه أيضا وصية الله عز وجل لهذه الأمة يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون هذه وصية بالتمسك والاستمساك بالإسلام والعمل به والثبات عليه حتى لقاء الرب سبحانه وتعالى قال ولما كان اليهود يزعمون أنهم على ملة إبراهيم ومن بعده يعقوب قال تعالى منكرا عليهم أم كنتم شهداء أي أكنتم حضورا إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه أي مقدمات الموت وأسبابه وأسبابه فقال لبنيه على وجه الاختبار ولتقر عينه في حياته بامتثالهم ما وصاهم به قال لهم ما تعبدون من بعدي فأجابوه بما قرت به عينه فقالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا يعني لا نشرك به شيئا ولا نعدل به ونحن له مسلمون فجمعوا بين التوحيد والعمل قال ومن المعلوم أنهم لم يحضروا يعقوب لأنهم لم يوجدوا بعد فإذا لم يحضروا فقد أخبر الله عنه أنه وصى بنيه بالحنيفية لا باليهودية فهؤلاء فهؤلاء الذين ادعوا غير ذلك من بني إسرائيل لم يكونوا قد حضروا ذلك الموقف لأنهم لم يوجدوا بعد فوصى الله عز وجل أو بيّن أنه وصى بنيه بالحنيفية ولا باليهودي وهذه فيها مسألة مهمة جدا وهي الاعتناء بالأولاد والذرية وأن يستمر الإسلام في ذرية الإنسان والاستقام عليه والإنابة وأن يكون هذا شغل وهم يشغل بال المسلم خاصة إذا كبر واقترب أجله أن يطمئن على ذريته كيف سيكون حالهم من بعده وكيف هو استمساكهم بالإسلام واستقامتهم عليه إذا كان هذا نبي ويفعل هذا مع أبنائه وفيهم من الأنبياء ما فيهم فكيف يكون حال غيره تلك أمة قد خلت أي مضت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم أي كل له عمله وكل سيجاز بما فعله لا يؤخذ أحد بذنب أحد ولا ينفع أحدا إلا إيمانه وتقواه فاشتغالكم بهم وادعاؤكم أنكم على ملتهم والرضى بمجرد القول أمر فارغ لا حقيقة له يعني ما يفعله بني إسرائيل من الادعاءات أنهم على ملة إبراهيم ونحو ذلك هذا أمر لا حقيقة له الواجب عليكم أن تنظروا حالتكم التي أنتم عليها هل تصلح للنجاة أم لا وهذا بيان لما كان عليه بني إسرائيل بني إسرائيل من للدعاء والافتراء وهذا حالهم دوما الدعاء أمور لا حقيقة لها ولذا الواجب على المسلم أن لا يخالف قوله فعله ولا العكس وإنما ما يقوله يحاول أن يلتزم به ويمتثله قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على مصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين